هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة التقس هيكون دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال السعيد وحار على جنوب السعيد بليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال السعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب السعيد في فرص الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة كمان في نشاط للرياح على أغلب الأنحاء عشان نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة ومعنا دكتورة منار غانم قضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية سبع الخير يا دكتورة منار كل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد صباح الخير على حضرتك طيبة زهالة وصباح الخير على كل السادة المشاهدين وكل سنة وحضرتكم طيبين وبخير يا رب وعيد سعيد على جميع بازنا اللي طب منين أخبار الجو النهاردة وإيه المناطق اللي هيكون فيها فرص الأمطار سنعمل الحمد لله تحسن كبير في الأحوال الجوية بعد عدم استطرار اللي شفناها أمس وأول أمس في معظم المنحافظات الشمالية سهيح امتهى في أسير المنحافظ الجوي بشكل كبير بقى بس بعض بقايا أسراكه في بعض المناطق السرعية تحديدا في رفح والعريش لأن المنحافظ الجوي اتجه إلى بلاد الشام فتأثيره بعض بشكل كبير فقرص أمطار اليوم ما تبقى موجودة فقط في المنطقة الشرقية بعض الأماكن من سواحل الشمالية الشرقية بعض الأماكن كمان من مدن القناة لكن هي قرص أمطار ختيفة غير مؤشرة تماما على أي أعمال أمطار يومية على فترات متقطعة من اليوم مع تقدم ساعات النهار كمان فقرص الأمطار جهة تسلاشة تماما وهللاحظ بيادة فترات ستوى عشاعة تشتم في فترة النهار واستقرار في الأحوال الجوية في أغلب المحافظات الموجودة في الجمهورية طقص فترة النهار كمان هنفق في بكثه طقص البازي في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات الشمال بالسعيد نقدر طقص يعني ماء اللي تبقى في السواحد الشمالية ما بين ماء للحرارة وحر في المحافظات الجنوبية ده هيكون فترة النهار وخاصة مع وجود أشاعة الشمس ومثي ديابة لفترات أشاعة الشمس بشكل كبير في الفترة النهار لكن طبعا فترات الليل مع الغيابة الساملة أشاعة الشمس ما زالت قيم درجات الحرارة منخفضة انصفات قيم درجات الحرارة خاصة فترة الليل المتأخذ لها فترة الفجر وفترة الصباح الباكر تظل الأجواء مائلة لبقى ده في أغلب المحافظات خاصة المدن الجديدة الأماكن المسلوحة المحافظات اللي يكون لها ظهير صحرا وبشكل كبير كمان اليوم هيحصل اعتدال فترات رياح في أغلب المحافظات ممكن بس بعض الأماكن من السواحل الشمالية جنوب سيناء لأديها نشاط لرياح نحن كنباقي محافظات الكمهورية ساعة في ده الكامل في سرعات رياح وده هي ساعة تشفل السبين أنه نحن نحفل بمزيد من الاستقرار في الأحوال الجوية ومن بكرة الخميس هيبدأ يؤثر علينا وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا فبالتاني هتبدأ قيم درجات الحرارة كمان تتجه نحو الارتفاعات يعني نحن هيكون عمدنا ارتفاع صحيح في قيم درجات الحرارة من الخميس وحتى يوم الحد والتي نجايين نكمل معنا الاستقرار في قيم درجات الحرارة اتحاقنا نكمل في الأحوال الجوية والأجواء المستقرة معنا على مدار فترة الأجازة كلها إن شاء الله يعني نقدر نقول فترة أجازة العيد الجو حلو مناسب الناس تخرج للأماكن المفتوحة طبعا الحمد لله الجو مناسب جدا السواحل المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوصف كافة المحافظات فيها Tribe وهتحسن في الأحوال الجوية الأحوال الجوية بس prowadناarnir نحن نستمتع بالأجازة بشكل صهري هنخلي بنا بس احنا متوصلين على طريق خطرة الصباح الباكر من الشببورة المائية لأن الشببورة المائية من بكرة وتكون شببورة مائية ممكن تكون كثيفة على بعض الطرق وخاصة الصرق الزراعية والسريعة والخريضة من المسطحات المائية لكن هي ايضا سرعان محتى ثلاشة مع صفوع الشاعة الشمس يعني تقريبا على الساعة 7-8 صباحا السفورة المائية هذا ثلاشة رؤية الاثوقية هتتحسن على اغلق الصرق فبالتاني نستمتع بالاجواء بس هنا نحض بنا نصيحة المهمة في الفترة دي نوعية الملابس لان الناس بحكة اخر الفترة الجيد بشكل كبير هتنخبع بفترة النهار سيفضل عدم صداء الملابس الصيفية بشكل كامل خلينا نستجي الملابس الشكوية الخفيفة او الملابس الخريفية خاصة لو هنخرج بقى بفترة المغرب حتى فترة الصباح الباكر يعني نحن عندنا فترة الليل الصباح الباكر لسه فيها برودة تجنبا طبعا لنزلات البر فترة الصباح الباكر القيادة تكون بهدورها مع الاغلب الطرق نستبع كافة تعليمات المرور وطبعا لازم نتابع النشرات الجوية حتى لو في استقرار في الاحوال الجوية لازم نتابع النشرات الجوية سعي بنشكر حضرتك دكتورة مونار غانب وعضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية وبنأكد على حضراتكم يعني الحمد لله زي ما دكتورة مونار طمونتنا الجو حلو جدا ودافق بالنهار ومناسب للخروج والاستمتاع بأجازة العيد بنأكد بس على حضراتكم ان بالليل الجو لسه هيكون مائل شوية للبرودة نخلي بالنا ما نخففش الملابس وان طبعا في شبورة مائية صباحا الناس اللي هتبقى مسافرة على طرق سريعة يخلوا بالهم من الشبورة غير كده الجو جميل ومشمس ومناسب جدا للخروج والاستمتاع دلوقتي تعالوا انتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة وفي المحفظات في القاهرة العظمة 26 والصغرى 17 وفي العاصمة الإدارية 27-17 الإسكندرية 23-16 والعالمين الجديدة 23-16 مطروح 22-16 ودوميات 22-16 أيضا برسعي 23-16 والإسماعيلية 27-15 السويس 26-16 والعريش 24-15 كاترين 18-8 وطابة 24-16 حلايلب 26-23 وشلاتين 29-21 شرم الشيخ 27-19 والغردقة أيضا 27-19 الفيوم 26-14 وبني سويف 27-14 الودي الجديد 30-16 وأسيود 27-14 سوهاك 28-16 وإنا 30-18 لؤسر 31-18 أسوان أيضا 31-18 ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات بالوقت عودة مرة تانية لجومانا ومصطفى ومتابعة فقرات سبع الخير ومصر شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة